بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء ومتابعين قناة مستر بيكا للمعلوميات أهلا وسهلا بجميع شرح النهاردة إن شاء الله هنتعلم فيه إزاي نحصل على VBN للكمبيوتر على نظام ويندوز وعلى الموبايل نقدر إن إحنا نشتغل عليه عندنا إنا شباب ال VBN ده يضع أكتر من 20 دولة هنقدر إن إحنا نحصل عليه بطريقة مجانية هنبدأ الشرح على بركة إلا بس قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الدين الرابط هسابقلكو في الديسكريبشن في الوصف تبدأ إن إنت تخش على موقع سيد فور مي هيكون معادي بالشكل ده أسيب لك الرابط إن شاء الله وبعد كده هتبدأ تخش على ماي أكاونت زي ما تشايفين كنا شباب هابدأ يحاولنا للصفحة دي هبدأ أدوس على كريات أكاونت أنا شباب ده كود التفعيل اللي هنقدر نحصل به على سبع أيام سبع أيام فترة تجريبية هنبدأ نملأ البيانات بتاعتنا هبدأ أجيب البريد بتاعي هعمل له نسخ بالشكل ده وابدأ أعمل له نسخ وبعد كده هبدأ أكتب كلمة المرور بتاعتي وقيت كتبتها مرة كمان ولازم الكود ده يكون موجود هسيبه لك على الشاشة من الوقتي لو مش موجوده هتكتبه وبعد كده هتوافع على الشروط وتعمل تسجيل أبدأ بعد كده يحاولني لي الصفحة دي طالب مني إن أنا أنشط الحساب بتاعي عن طريق الرسالة اللي وصلت على الأكاونت بتاعي هو الايميل بتاعي هبدأ أخش على الايميل هلاقي رسالة التفعيل وصلت هبدأ إن أنا أقول لك تمام كده شباب بالشكل ده كده أنا ايميلي اتفعل هبدأ بعد كده إن أنا أحمل الفي بي ان هاجي فوق هنا كده أدوس على في بي ان اي بي بي اس وهنا هلاقي نظام الويندوز زي أقدر إن أنا أعمل له داولولود هبدأ أدوس على داولولود بالنسبة لي نظام الويندوز ايبدأ يحمل معي زي ما انت شايفين بالشكل ده بعد كده شباب هبدأ إن أنا أعمل له تنصيب على الجهاز بتاعي هبدأ أختار اللغة بتاعتي وادوس على اوكي وبعد كده التالي موافق واقول له تنصيب بعد كده هدوس على التالي واعمل انهاء بالشكل ده هبدأ ينزل معي البرنامج على سطح المكتب بالشكل ده هاو في قائمة سطارت هبدأ أدوس عليه هيكون معي بالشكل ده هبدأ أعمله عمر التشغيل هتبدأ تظهر معي الصفحة دي هحتاج إن أنا أعمل تسجيل دخول علشان هفعل تيه البرنامج وابدأ أدوس هنا كده وابدأ أكتب الاكاونت الخاص بيه او الايميل الخاص بيه تمام يا شباب بعد ما كتبت الايميل هبدأ إن أنا أكتب كلمة السر وبعد كده هدوس على تسجيل الدخول تمام كده أنا عملت تسجيل دخول هنا عندي الاعدادات الخاصة بيه البرنامج تقدر إنه تختار المناسب ليك إنه يشتغل تلقائيا أو آآ انت تشغله بنفسك وبعد كده هبدأ أدوس اغناق وابدأ أفتح البرنامج من جديد هيزل معي بالشكل ده هبدأ أختار الدولة اللي أنا عايز أشتغل عليها من وسط الدول دي هيشتغل معي إن شاء الله بدون أي مشاكل وزاو انت شايفين كده شباب خلاص خدمة البيبي إن شتغلت معي نفيش أي مشكلة ممكن نعمل اختبار للآي بي عشان نشوف جاي من عنه دولة زي ما انت شايفين كده شباب الاي بي بتاعي يتغير زي ما انت شايفين كده نفس الاي بي إنه في البرنامج من دولة كوريا زي ما انت شايفين كده كاونتري كوريا اي بي هيشتغل معينا كويس وبدون أي مشاكل ده بالنسبة لآآ نظام الويندوز هنبدأ دلوقتي إن شاء الله نشرح نظام الاندرويد إزاي نحنعمله وانشفله تمام يا شباب بالنسبة ليه تثبيت البرنامج عن طريق نظام الاندرويد هتبدأ تفتح المتجر وتبدأ تكتب كلمة seed for me هيبدأ يزال معنا البرنامج بالشكل اللي انت شايفينه ده اللي علمت لونه أخضر هتبدأ إن انت تعمله تنصيب أو تثبيت وبعد كده هتبدأ تعمل فتح للبرنامج هيبدأ يجيب لك الرسالة دي هتبدأ تدوس على استمر وبعد كده هتدي له الصلاحيات وبعد كده هندوس على استمر مرة أخرى وبعد كده هنا هيقول ليه اختار الدولة اللي انت عايز تشتمر عليها هبدأ اختار أي دولة وبعد كده هبدأ أدوس نفس الكلام على التنطوات وبعد كده هدوس على المنف الشخصي وابدأ أعمل دخول ندايا حساب وابدأ أكتب البريد بتاعي وابدأ بعد كده أكتب كلمة المرور تمام يا شباب بعد ما كتبت كلمة المرور هبدأ أعمل الدخول هيبدأ يفتح معي بالشكل ده هبدأ إن أنا أختار الدولة اللي أنا عايز أشتغل عليها ويشتغل معي بكل سهولة وبدون أي مشكلة والحد هنا شباب يكون الشرح بتاعي انتهى واتمنى أكون أفدتكم وما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة واتقابل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته